الله أكبر الله أكبر السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله صل على محمد وآله محمد بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله الله صل على محمد وآله محمد أسعد الله أيامنا وأيامكم لذكرى ميلاد منقذ البشرية النبي الأعظم الخاتم لجميع الرسل رسول الله صلى الله عليه وآله النبي محمد وذكرى ميلاد حفيده حفيد منقذ البشرية الذي أحيا سنن جده الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه هذا اليوم عظيم لا يمكن أن يدركه الإنسان يدرك عظمته بأي شكل من الأشكال الله تبارك وتعالى في هذه الآية من سورة آل عمران من أواخر الآيات حسب بعض التقارير أن آية سورة آل عمران آخر السور النازل على رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الآية من آخر الآيات حسب بعض التقارير نزلت سورة آل عمران في السنة العاشرة للهجرة حسب ما ورد في بعض التحقيقات الله تبارك وتعالى يستعمل مادة المنة وليس على البشر لا على المؤمنين يقيد هذه المنة النبي صلى الله عليه وآله قل يا قل في القرآن الكريم في سورة الأعراف إني رسول الله إليكم جميعا المنة حصلت على المؤمنين كلمة المنة في القرآن الكريم من الله تبارك وتعالى هذه كلمة حقيقة غريبة الكريم قبيح عليه أن يستعمل منه من أقبح القبائح على الكريم أن يمارس منه مهما كان عطاؤه مهما كانت نعمته لأنه كريم لا يليق بمقامه أن يمارس منه في عطاء وفي منحة وفي نعمة فكيف بأكرم الأكرمين كيف وعلى المؤمنين يقيد رب العالمين أن هذه ليست من على سائر الناس على المؤمنين المؤمنين منه كانوا المؤمنين هو أبو طالب صلى الله عليه مؤمن قريش المنة على أبي طالب وإلا عندما ظهر رسول الله ولد في مثل هذا اليوم منه كان مؤمن المؤمن كان أبي طالب وهو أطهر طاهرين في الروايات أبو طالب في الروايات المتعددة أطهر طاهرين هو وأبو رسول الله عبد الله أطهر طاهرين ما نالت الجاهلية منهم شيء هؤلاء في هذه المكانة الله تبارك وتعالى يقول بعثة الرسول خلقة رسول الله صلى الله عليه وآله كانت منة من الله على هؤلاء لقد من الله يصرح رب العالمين في الحديث عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول إذا كفرت النعمة حسنة المنة المنة أكفت استثناء فيها في مورد واحد المنة جيدة إذا تم تجاهل النعمة إذا ما قدرت النعمة إذا كفرت النعمة حسنة المنة المنة تكون حسنة ليست قبيحة بل حسنة نعمة رسول الله صلى الله عليه وآله منة على المؤمنين حتى مثل أبي طالب صلى الله عليه لا يمكن أن تؤدى هذه النعمة لا يمكن حتى المؤمنين مهما أدوا في زيارات النبي صلى الله عليه وآله أكو تأكيد أنه المؤمن يقول أشهد لك كذا وكذا نشهد نحن نشهد بكل المقامات الإلهية التي الله تبارك وتعالى منحها لرسول الله ولكن في نفس الوقت نشهد أيضا مقصرون نحن في أداء حق رسول الله صلى الله عليه وآله هذا التقصير يلازم أن النعمة لا تؤدى حقها إذا ما أديت فتكون منة الله أكرم الأكرمين حسنة لأجل بيان مقام عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله لاحظوا هذه في زيارة من الزيارات التي تقرأ من بعيد تعبير الزيارة السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خليل الله يا نبي الله يا صفي الله يا رحمة الله يا خيرة الله يا حبيب الله يا نجيب الله بعدين تسليم تسليم عارف بحقك هذا السلام أنا أعرف حقك أدري عظمتك معترف بالتقصير في قيامه بواجبك من واجبات زيارة النبي أن الإنسان يعترف عنده أننا مقصرون ما نقدر نأدي حقك معترف بالتقصير في قيامه بواجبك بعدين بعد سطر كم كلمة يأتي هذا التعبير أشهد يا رسول الله مع كل شاهد كل من يشهد لك بالعظمة والرسالة مع كل شاهد وأتحملها عن كل جاحد أنك قد بلغت رسالات ربك كل واحد يجحد هذا شوفوا أيضا من الواجبات أن الذي يجحد رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله عظمة رسول الله نحن نتحمل عننا الشهادة يا رسول الله إذا أكو بالملايين أكثرهم لا يؤمنون أكثرهم للحق كارهون أكثرهم لا يعقلون ولا تجد أكثرهم ولو حرصت بمؤمنين كل من يجحد رسالتك يجحد رسالتك ينكرها أنا أشهد عنه أتحمل هذه الشهادة هذا الجزء هذا التحمل ليش هذه إرادة رب العالمين أن كل مخلوق هذا يكشف عن إرادة كل مخلوق حتى البشر الجاحدين لرسول الله يجب أن تكون لهم إيمان يكون لهم التزام حتى إذا لم يصدر منهم على المؤمن واجب أن يتحمل هذه الشهادة حتى لا تكون هناك نفس تنكر عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله ليش هذه العظمة النبي صلى الله عليه وآله هو الأساس في كل غايات الله تبارك وتعالى في خلقة هذه الخلائق كلها هو محور كل الخلقة كل الوجود ومنهم البشرية هذه كلها خلاصة قطب رحى الوجود الله تبارك وتعالى اختاره لرسول الله صلى الله عليه وآله هذه القضية تفرض على الإنسان مسؤولية إذا واحد يرى يلاحظ تاريخ البشر لاحظوا هذه الموسعات اللي موجودة شوفوا القرآن هو الذي تنبأ بذلك قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا شوفوا رأسني الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون شنو أعلم ما لا تعلمون هذه البشرية منذ الخلقة بدأت بالمفسدة والفساد في كل أسقاع الأرض التاريخ حقيقة إذا واحد ينبش في التاريخ يشوف جميع الأمم والحضارات والقبائل والفصائل والتيارات والدول كلها منذ فجر التاريخ عشرة آلاف سنة قبل ولادة المسيح كانت هناك حضارات مثل ما إحنا الآن عدنا حضارة كان عدهم تطور كان عدهم تكنولوجيا الحجر كان يستعملون الحجر اللي قابل للشحذ يشحذوه حتى يستعملوه في كثير من الأغراض المهمة في الحياة مثل الآن كانت هناك ديمقراطية اقرأوا التاريخ كانت هناك مجالس تشريعية مجالس على كل حال تنفيذية دولة كانت ألف سنة قبل ميلاد المسيح اقرأوا تاريخ يونان تاريخ روما البيزنطيين هذول الأمم الحضارات الساسانيين كانوا يمارسون حياة حضارية كانت حضارة هناك ولكن في كل زاوية من زاوية التاريخ تجد أن البشر في كل سقع من أسقاع الأرض كل قتل ونهب واعتداء وتعرض وهتك كانوا يتفننون في إبادة البشر يتفننون أمم كانت تباد من أجل أغراض توسعية أغراض تمددية يريد يمدد في إمبراطوريته من أول يوم الله تبارك وتعالى خلق البشر ابني آدم اثنيناتهم جينات نبي فيهم واحد قتل الآخر وانت نازل اقرأ التاريخ التاريخ اللي الغربيين كاتبي حقيقة فشيء عجيب كيف أن الحضارة كان أبرز ما يصدر منها هو القتل والنهب إشعال الحروب إقامة الثورات وإلى العصر اللي يسموه القرون الوسطى اللي معروف بعد كل العالم يدري في القرون الوسطى هذول الأوروبيين هذول الحضاريين ماذا صنع بعضهم ببعض الأخ ينهش جسم أخيه صاروا يتصرفون تصرفات لا تصدر من الحيوانات رسول الله صلى الله عليه وآله لاحظوا في تلك العصور في القرون الوسطى في العصور الوسطى ولده رسول الله صلى الله عليه وآله جاء في هذا الوقت تقريبا خمسمائة ستمائة سنة بعد ولادة عيسى عليه السلام في تلك العصور اللي هي كانت يعني تردى بالبشرية الوضع إلى درجة لم يسبق له في تاريخ البشرية التاريخ يندى جبينه مما جرت في القرون القرون الوسطى في تلك العصور كيف الحروب كانت تغطي كل أسقاع الأرض كل قتل كانوا يتفننون يستكشفون طرق جديدة في إبادة إبادة البشر يستعملون أسلحة جديدة العلم كان يتركز أساسا على صياغة أسلحة فتاكة بشكل رهيب هذه كانت حضارة بس الحضارة كانت مستولية على مفاهيم هيمنة وسلطة هذه السلطة كانت على حساب تلك المدنية الزهراء صلى الله عليه في خطبتها الشهيرة كنتم على شفى حفرة من النار تعابير جدا رهيبة حقيقة واحد لازم يتأمل أنه كيف كان مولد النبي صلى الله عليه وآله في أي حقبة في أي ظروف كان كنتم اللهم في التاريخ يقول في القرآن يقول وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين غرق في الظلالة والتخلف هذا تعبير الزهراء صلى الله عليه مضغة الطارق مضغة يعني نزه مضغة يعني يتمذق شايفين إذا فد واحد يأخذ الكأس يأخذ فد شيء بسيط من الماء كذا يتمذق الطعام أو الشراب تمذق مضغة الطارق يعني كانت البشرية تتمذقكم أنتو تدرون الجزيرة العربية كانت في تلك الأحوال أفضل الأحوال كانت المعارك كانت في روما في أوروبا في بلاد فارس التمدد الإمبراطوري كانت في هذه البلاد الجزيرة العربية كانت في منأة كاملا عن هذه الحروب وهذه الثورات الزهراء صلى الله عليه تقول أنتو كنتوا يتمذقوكم شايف يعني كانوا يستعملون الأفراد هسة الرجال نساء كلمة كناية تمذق يعني في المفاهيم الجنسية مذقة في المفاهيم الاجتماعية يتمذقك يعني ياخذ منك فالجرع يشوف تسوى يوم وتسوى مذقة الطارق نزهة التعبير الزهراء صلى الله عليه نزهة الطامع نزهة يعني انتهاز ينتهز الإنسان اللي طامع ينتهز بيك ما عنده قدر على الآخرين يجي انتهزك أنت في شنو تمرير مطامعة نزهة الطامع نزهة ينتهز يعني ينتهز يعني يعني ياخذ فرصة أنتم كنتم محل فرصة الطامعين قبسة العجلان قبسة الإنسان اللي مستعجل يريد ياخذ فتقبس فالمقدار من النار حتى يضيئ له الطريق ما يريد يستعمل هذا بس يريد هش المستعجل قبسة فتقبسة ياخذ يمشي قبسة قبسة النار موطأ الأقدام هذا كناية في أمق الذلة موطأ الأقدام هاي كناية يعني تندسون أنتو ما يحسبوكم حتى حساب أنه مثلا يتجنب حتى يدوس عليك موطأ الأقدام هذه مفاهيم تعطي معنى الاستمرارية يعني دائما كنتو هذا في حسب البلاغة العربية تشربون الطرق الطرق الماء المتجمع من الأمطار اللي في اللغة العربية اللي البعير أجلكم الله يبول فيه على كل حال كذا يعني هذا الماء المشوب ببول الإبل وبعر الإبل هذا في اللغة روحوا لاحظوا هذا كلام الزهران صلى الله الله عليها مو كلام تاريخ تشربون الطرق وتقتادون القد والورق القديد هو جزء من الشحم أو من اللحم الميبس تقتادون يعني إذا إنسان أخذ طعام من وسط التراب هذا يسموه اقتداد تقتادون القد والورق ورق الشجر فأنقذكم الله بأبي محمد الله تبارك وتعالى برسول الله صلى الله عليه وآله أنقذ البشرية هذا منقذ البشرية جاب لهم المدنية قام يعلمهم يتلو عليهم آياته آياته يعني شنو إن القيم رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم اللي حتى المؤمنين كانوا متخلفين اقروه كتب المقدسة التوراة والإنجيل شوفوا الفضيحة عيسى عليه السلام 33 سنة كان اللي حسب زعمهم قتلوه وأخذه الله 33 سنة ما خلوا أكثر عيسى 33 سنة ما سمح ولا يعيش بينهم أخذه كانوا يقتلون الأنبياء ما كانت حضارة قيم ممكن كانت هناك حضارة حياة لاحظوا مثل الآن الآن تشوف تكنولوجيا شوف العالم مليء نازل على القمر هذا شنو وين وراءه وراء هذا اقتصاد منهار أكو عمليات مفبركة من أجل تجويع البشر كل حرب العالم كل شبر الآن في حرب تكنولوجيا أكو غاية الإنسان وين أكو هناك لاحظوا حاجة الإنسان عنده حاجة وأكو هناك غاية حاجة الإنسان ملبية الآن الإنسان الآن في رفاه صحيح ولكن على حساب شنو على حساب القيم وين الغاية الإنسان خلق من أجل ماذا من أجل أن يعيش الترف أن يأكل ويشرب هذه غاية حياة الإنسان هذه غاية البشرية الإنسان ما خلق له هذه الغاية أكو غايات أكبر من هذه الأمور هي هذه في أفضل الفلوش حاجة ملحة البشر منذ فجر التاريخ عرف كيف يأمن حاجاته بس المصيبة مو في حاجاته هذه التكنولوجيا شنو فأت أنه كل القيم مهدورة وين أكو قيم أكو مظاهر أكو يمارسون المغول لاحظوا التاريخ المغول مغول مغول كانوا يمارسون تسامح ديني أقرح يشوفوا هذول اللي أوحش من أوحش البشر على وجه البسيطة والكوكب كانوا يمارسون تسامح ديني روح أقرح لذا تشوف السنة والشيعة والعلماء كانوا يحتفون بهم مغول كانوا هذول اللي كانوا لا يفهمون من المدنية الشيء التاريخ هم مسجليها هم الغربين مسجلين التاريخ أنه كيف كانت الامبراطوريات تمارس ديمقراطية تفسح المجال بس أخيرا هذه الديمقراطية في أي مجال في مجال محدود جدا من الحضارة اللي كانت تقوم الآن هم أكوح ديمقراطية بس وراء هذه الديمقراطية اللي هم يتبجحون فيها كل هذه الحروب كل هذا السفك الدماء اللي دي يصير شنه البلاد هذه شنه وضع العالم الآن كل على شفى حفرة من النار فد مر فد واحد مخبل يجن جنونه يطلق فد صاروخ نووي الله وكيلك بعد الباقي بعد شي يصير بعد الله يدري مو الآن هل شكل الوضع مو فقط في بلاد نهنانة في كل العالم قلق على شفى حفرة يعني شنو يعني على وشك أنه فد صاروخ ينطلق إذا فد صاروخ ينطلق شنو صير البشرية رسول الله صلى الله عليه وآله إجاء وضع قيم يتلو عليهم آياته ويعلمه ويزكيهم يزكيهم تزكية نفس صيروا أوادم نفس ويعلمهم العلم غير التزكية النفس غير العلم الكتابة والحكمة المؤمنين في تلك الفترات ما سمح للأنبياء أن يبلغون المؤمن كان متردي في ضحالة المؤمنين كانوا في ضحالة اقروا التاريخ فاتكلمة حقيقة أعتذر من المستمعين أن أستعمل هذه الكلمة هذه واردة في الكتاب المقدس في التورات بعنوان ممارسة مقدسة كانت القساوسة كانوا يمارسونها بعنوان ممارسة مقدسة يسموه الخصيان المقدس هذا التعبير في الكتاب المقدس وارد في التورات وارد ما لون منه يخص نفسه ويعتبره هذا عمل مقدس هذا مؤمن كان شوف التردي هذا عندما ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الحقبة أن الناس الملتزمين عباد الذي الكهنة اللي كانوا دائما يمارسون عبادة الله لا يدعون لحظة واحدة في الليالي كانوا قياما وقعودا وفي النهار كانوا صيام هذا شوف عقليته أنه من أجل التقرب إلى الله يمارس إخصاء بالنسبة إلى حتى شنو يكون قريب إلى الله روحوا شوفوا شنو من مفاهيم تذكر في الكتاب المقدس لقد من الله على المؤمنين التردي المطلق كان فيما بين المسلمين بين المؤمنين الذين آمنوا بالأنبياء التردي المطلق الضحالة التخلف الذلة الزهراء صلى الله عليه تذكر هذه العبارة أذلة خاسئين أجل لكم الله من مستوى تشلب ما كانت البشرية فمجموعة نعم كانوا قلت أشراف كانوا نظام الطبقي كانوا هذول يأكلون الأموال على كل حال إن كثيرا الله في القرآن يقول من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطن يأكلون الناس فقر كانوا كان يقتاد الأكل ليس الخبز لا شيء جايف يقتاد من التراب يأكله هي تشحالة كانت ما أكو لا قيم أكو هذه القيم اللي الآن أكو حديث عنها حقيقة هذا أرساها رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الكلام النبي صلى الله عليه وآله أكفد مثل عالمي معروف هذا أبرز مظاهر النبي صلى الله عليه وآله فبما رحمة من الله لنت لهم رحمة من الله هذا الرحمة الواسعة المثل العالمي يقول يمكن للبشر للإنسان أن يسدد دينا من ذهب لو بلغ جبل أبي قبيس الإنسان مهما يكون مديون حتى لو يكون ذهب بمقدار جبل أخيرا يمكن يمكن من للذين قلوبهم مليئة بالرحمة البشر ما يقدرون يؤدون حق هذا مثل معروف عالمي ما يقدرون يؤدون الحق هذول اللي قلبه مليء بالرحمة ليش لأن هذا ينتزع فتيل الأزمة هذا الإنسان اللي رحمه رحمة للعالمين هذا اللي شفقه هذا قلبه مليء بالشفقه تدري شنو هذا ما يخلي المجانين يجنجنونهم هذا اللي ينثر الرحمة على كل البشر هذا يهدئ البشر هذا اللي صاعد الحماوة عنده عندما يحتك مع رجل قلبه مليء بالرحمة تدري شنو الحماوة ما لك تنزل فتيل الأزمة فتيل القلق والاضطراب والحروب العالمية انتزعها أمير المميع عليه الصلاة والسلام في عبارة حقيقة للغاية جميلة هذا في خطبة الوسيلة في الكافي الشريف يقول أيها الناس إن الموت لو كان يشترى الموت إذا بضاعة كانت قابلة لأن واحد يشتريها لاشتراه من أهل الدنيا هذول الإنسان اللي أهل الدنيا منه يشتريه أكو واحد يشتري موت نعم فئتان من البشر لاشتراه من أهل الدنيا الكريم والأبلج كريم كواضح كريم واضح الأبلج يعني المعروف الكريم الإنسان الكريم ما يقدر يأدي هذا الكرم تدرون الكرم مو صفة يد هذاك يسموه جواد كرم صفة نفس الإنسان لنفسية كريمة يحب الآخرين يحب كل الناس ينثر المحبة على كل البشر هذا كرم الكرم صفة نفس يقولون كريم النفس ولقد جاءهم رسول كريم رسول كريم كريم يعني مو معطاء هذا ممكن من سبب الكرم النفسي إنسان يكون أيضا معطاء لأنه هذه لازمة بس مفهوم الأصلي يعني يسكرم نفسي الكريم الأبلج الإنسان اللي نفسيته كريمة يروح يشتري موت ليش له ما يقدر يحتوي كل الناس يشوف الناس في معاناة فنفسية الكريمة تملي عليه أن يروح يشتري أن يموت الكريم الأبلج واللئيم الملهوج الإنسان اللي لئيم ملهوج يعني خبيث باطنة أنت خبث هذا تدري هذه الفئة الثانية من البشر اللي يروح ينطي فلوس حتى يموت الكريم الملهوج في الرواية أكو في التاريخ أكو عبد الله بن زبير في معركة الجمل مسك مالك طعن طعن وقعد على صدر حتى يذبح فكان يصرخ يقول اقتلوني ومالكا صاح بعشيرته اقتلوا مالكا واقتلوني الإنسان اللئيم يقول ولو تذبحوني ذبحوني وذبحوا ذاك هالشكل يعني يطلب الموت لئيم خبيث العالم اش قد أكو خبث أكو وتشوف شلون يجي ينتحر اش قد انتحاري أكو رسول الله صلى الله عليه وآله هو كان نوعا من الانتحاريين من أجل إعلاء كلمة الأمة طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى آية قرآنية فلا تذهب نفسك عليهم حسرات القرآن يقول يقول ليش تخلي روحك تطلع على هذول حسرة على هذول حسرات هي لا تتحصر روحك تطلع فلا تذهب آية قرآنية شوفوا النبي صلى الله عليه وآله من أجل إنقاذ انتشال هذه الأمة من هذه الضحالة والتردي كان يعرض نفسها للموت القرآن يقول لا تسوي الشكل بعد القرآن يترحم عليه فلا تذهب يؤمر نفسك عليهم حسرات وهم حسرة هي حسرة ولا حسرة ليش تتحسر الله يقول خليهم عوفهم ما يستهلون ما يستهلون أنت تاخذ روحك من أجلهم الرسول صلى الله عليه وآله من أجل إنقاذ هذه الأمة كان يتحسر أنه كيف الحرائر كانت تتذوق الحرائر كيف الأعراض كانت تهتك كيف الدماء كانت تراق كيف الأمة كانت تباد كيف القيم كانت تداس كانت تحسر بهذه الحسرة تمكن أنه انتجل حقيقة انتجل يعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا النبي صلى الله عليه وآله أنقذهم أنقذهم من شفى حفرة من النار استنقذهم في أفضل حالات الإنقاذ النبي صلى الله عليه وآله علمهم هذه القيم اللي الآن موجودة من منه أكو هذه القيم الحقيقية في الكنائس في كل أسبوع لاحظوا يرددون المسيحيين أكو كلمة أنهي حديثي بها يقولون ماذا لو هذا كلمة ينسبوها إلى عيسى عليه السلام كلمة راقية إنصافا يقولون دائما يرددون هذا في كل اجتماع منهم ماذا لو ربح الإنسان العالم وخسر نفسه شي فيه إحنا نربح العالم نملك العالم ثروة ودعا ورفاهية صحيح بس ماكو قيم ماكو مبادئ ماكو احترام هذا التقصير هذا التقصير اللي لا محالة هذا التجاهل لحق رسول الله هذا التغافل هذا التواكل يعني تتوكل على أن ذاك يتبنى والآخر يتبنى هذا يمكن أفضل علاج كلمتان وصيتان أمران فقط أولا التأسي برسول الله وليتأس كله متأس بنبيه الله في القرآن الكريم يأكد على هذا الشيء تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وآله أقل لنشوي إنسان يتعلم رحمة هاي الوحدة هاي الوحدة بس يملأ قلبه بالرحمة هاي أبرز مصاديق التعلم من رسول الله هس التواضع مو مشكلة رحمة رحمة قلب إنسان يتعطف مو على الإنسان اللي يستاهل الرحمة لا هذا قوة مو إنسانية هذا فدواجب إنسانية عندما الفرد هذا ابن الإنسان أبو الإنسان أخو الإنسان اللي ما يستاهل الرحمة هي هذه القيم اللي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يعتدي عليك تعفو عنا هذا فبما رحمة من الله لنت لهم هذا اللين هذا الشفقة هذا الحنان وحنانا من لدنا حنان إلهي هذا اللي الإنسان يتعلمه الله في القرآن يقول تعلموا من رسول الله يسعى الإنسان أن يتعلم من رسول الله في هذا اليوم حتى يخفف من هذا التقصير هذا الجناية ويساعد الآخرين هذه تتمت الأمر الأول يساعد الآخرين في التعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله هذه أفضل خدمة تسديها لرسول الله صلى الله عليه وآله تخدم رسول الله تعلم منه هذا خدمة لرسول الله تسديها أفضل خدمة وثانيا تعظيم شعائره تعظيم اسمه تعظيم تعظيم ليش حتى يتعلمون الناس مو فقط أنت تتعلم وتعلم الآخرين أيضا إقامة المجالس تعظيم ذكره تعظيم قيمه بأي كيفية هذه خدمة تسديها لرسول الله ونحن حقيقة من أجل أن نفلت من غضب الله تبارك وتعالى يجب أن نقلل من تقصير أن التقصير هو ما ينتهي نخفف من هذا التقصير بأداء هذين الواجبين الأساسيا ربما المستفاد من جملة من الروايات هذان الأمران يحاول الإنسان في هذه المناسبة حقيقة يأخذ فتغرفة من معين رسول الله صلى الله عليه وآله وهذه الغرفة هي أخلاق رسول الله وإنك لعلى خلق عظيم رسول الله صلى الله عليه وآله كان في كل شيء عظيم أكبر عبقرية رسول الله أكبر عقل خلقه الله ما يقول وإنك لعقل عظيم وإن كان العقل عظيم بلا شك هذا الأهمية يأخذ غرفة من أخلاق رسول الله في سيرته في سلوكه في حديثه في تصرفاته في قراراته يعلمهم الكتابة والحكمة يكون حكيم في قراراته في تصرفاته في أخلاقه نسأل الله تبارك وتعالى بحقه وبحق أوليائه الطاهرين أهل بيته المنتجبين صلوات الله عليهم أجمعين أن لا يسلبنا معرفته ومعرفة حقه علينا والاستنان بسنته وشفاعته في الدنيا والآخرة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة